ووسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي أن البحر في أحشائه الدر كامن فهل سأل الغواص عن صدفاتي فياويحكم أبلى وتبلى محاسني ومنكم وإن عز الدواء أساتي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقات سوف نلقي نظرات على اللغة العربية نظرات فاحصة ومتفحصة سوف نطرح قضايا جارئة ونطرح أسئلة لم يتم الإجابة عليها من قبل إنها ليست حلقات لغوية ولا تاريخية ولكنها لغوية تاريخية وسياسية أيضاً إن كنت مهتماً بمثل هذه المواضيع فسارع إلى الاشتراك في القناة وفعل الجرس حتى تصلك الحلقات جميعها هل اللغة العربية هي أول لغة ظهرت على وجه الأرض؟ سؤال يطرح كثيراً الإجابة عليه تكون من وجهتين نظر دينية وتاريخية نبدأ بوجهة النظر الدينية يعتقد المؤمنون من المسلمين واليهود والمسيحيين بأن اللغة العربية أو اللغة العبرية هي أول لغات على الأرض التوراة ذكرت ذلك صراحة بأن لغة آدم كانت هي اللغة العبرية أما المسلمون فيؤمنون بأن اللغة العربية هي اللغة التي تحدثها سيدنا آدم ولحل هذا الإشكال منذ البداية أقدم رأيي الشخصي كمهتم باللغات القديمة فأقول بأن اللغة العبرية ما هي إلا لهجة من اللغة العربية كما أن السريانية أيضاً هي لهجة أخرى من لهجات اللغة العربية فلذلك لن نخوض بنقاش أيهما أصدق العبريون أم السريان أم العرب في هذا الموضوع ولكن سنثبت بأن اللغة العربية هي الأصل وهي اللغة الأولى وبذلك تكون هي لغة سيدنا آدم وهي أول اللغات التي أنزلت وهي اللغة الوحيدة التي أنزلت مع سيدنا آدم من الجنة إلى الأرض هذا الرأي سوف نناقشه من ناحية الإسلامية فقط المؤمنون المسلمون بعض المؤمنين المسلمين يعتقدون بأن اللغة العربية هي لغة أهل الجنة وهي لغة آدم وهي اللغة التي علمها الله لآدم مصداقاً لقوله تعالى في سورة البقرة وعلم آدم الأسماء كلها يعتقدون بأن الله قد علم اللغة من ضمن هذه الأسماء أو أن اللغة كانت أهم هذه الأسماء التي علمها لآدم وبعد أن أنزل آدم من الجنة نزلت معه هذه اللغة فهي لذلك أم كل اللغات كما أنها أول لغة على ظهر هذه الأرض وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ غَيْرَ ضَلِّينَ وَلَا مُضِلِّينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ اللغة العربية هي أقدم لغة في العالم الله أكبر هي أقدم لغة بشرية وهي لغة أهل الجنة وهي لغة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام ويدل على أنها لغة أبينا آدم أنه عليه السلام لما نفخ الله عز وجل فيه من روحه أمره أن يمر على ملك من الملائكة فقال انظر ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك فلما مر عليهم قالوا السلام عليكم فأمره الله عز وجل يرد عليهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سبحان الله هذه لغة عربية صريحة ما قال بالهاي أو هلو أو غيرها من اللغات اللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية أهل الجنة تحيتهم يوم يلقونه سلام سبحان الله ولكن هذا الرأي يجد من يعارضه حتى من المسلمين من كثير من الفقهاء المسلمين الذين ينكرون أن تكون اللغة العربية هي لغة أهل الجنة لماذا؟ لأن ذلك لم يرد لا بقرآن ولا في سنة وهم يقولون بأن ذلك مجرد ضرب من الاجتهاد يقول هل كلام أهل الجنة فقط اللغة العربية؟ أول شيء من قال لك أن اللغة العربية هي كلام أهل الجنة عاستي يصير فقط ومن قال لك هالكلام هذا؟ يعني ما في شيء ثابت حقيقة أن كلام أهل الجنة اللغة العربية أنتم مستنسين لشأنكم عارض؟ لا يوجد شيء ثابت لا يوجد شيء ثابت أن أهل الجنة يتكلمون اللغة العربية لكن جاءت في أحادي ضعيفة جدا فلا يثبت من هذا الشيء والعلم عند الله تبارك وتعالى ولكن ذكر بعض أهل العلم يعني من السلف رحمه الله تبارك وتعالى أن هذا الظاهر أن كلام أهل الجنة هي اللغة العربية لكن ما في شيء ثابت أبدا في هذا الأمر لذلك هذا طالما أنه أمر غيبي نقول الله أعلم ولا نخوض في هذا أنت تدش الجنة وإن شاء الله راح تتكلم عدل يعني إذا خايف مثلا تبيتتعلم من الحين لغة أهل الجنة تبدش كورسات يعني في لغة أهل الجنة تطمن إن شاء الله من أهلها وراح تعرفت حد شيء عدل يعني معتها لغة الإشارة حتى إن شاء الله تعالى هذا من وجهة النظر الدينية أما وجهة النظر التاريخية فقد ظهرت أول إشارة إلى اللغة العربية مكتوبة في نقش في جنوب سوريا يقال أن عمره حوالي ستة آلاف سنة مكتوب والكتابة أحدث من الكلام أحدث من اللغة إذا كانت الكتابة قد ظهرت قبل ستة آلاف سنة فلا شك أن اللغة قد ظهرت قبل ذلك لكثير ولكن هناك من الآثريين والمؤرخين من ينكر أن تكون هذه اللغة هي اللغة العربية ويقولون أنها لغة أخرى غير اللغة العربية وعلى كل حال سواء كانت اللغة العربية هي لغة آدم وهي أول لغة على وجه الأرض أو لم تكن سواء كانت الآثار التي عمرها ستة آلاف سنة باللغة العربية أو لم تكن فإن الأكيد أن اللغة العربية قد تم التحدث بها وباستمرار منذ ألفين سنة على الأقل منذ ألفين سنة وصلتنا اللغة العربية عبر أشعار وأقاصيص من الخطابة ونقوش على الصخور وكانت لغة كاملة فصيحة فمتى تطورت إلى أن وصلت إلى هذه اللغة لا شك أن تطورها سيكون قد أخذ وقتا طويلا اللغة العربية هي اللغة الوحيدة التي يتحدثها الناس منذ ألفين سنة ولحد الآن بنفس الشكل يقار أن هناك لغات أخرى تعود إلى أقدم من ذلك مثل اللغة التاملية واللغة السينسيكريتية ولكن اللغة السينسيكريتية القديمة ليست هي الحديثة والتاملية القديمة ليست هي الحديثة إن السينسيكريتية الحديث لا يستطيع أن يفهم السينسيكريتية القديمة ولا التاميل الحديث يستطيع أن يفهم التاميل القديمة وهذا هو بيت القصير إن العربي المعاصر يستطيع أن يستمتع بأبيات من الشعر قيلت أو كتبت قبل أكثر من ألف وخمسماء سنة لننظر إلى شعر من قيس أول أمير المشعراء حينما قتل والده وحب أن ينتقل وكان والده ملكا وحب أن ينتقل لوالده ويسترجع عرشه حب أن يستنجد بقيصر فذهب هو صديق له إلى الطريق ليذهبا إلى قيصر ويطلبا معونته وحينما خرجا من بلاد العرب ودخلا في بلاد الروم بكى صاحبه من الشوق إلى بلاده فخاطبهم قيس قائلا بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر فقلت له لا تبت عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعدر كلمات عادية يفهمها حتى العمي من العرب الحديثين هذه هي الفرقات الواضحة بين اللغة العربية وغيرها من اللغات ليس من رؤو قيص وحده هناك عنترى مثلا عنترى يتغزل بمحبوبته وهو فئة المعركة فيقول وَلَقَدْ ذَكَرْتُكِ وَالرِّمَاحُ نَوَاهِلٌ مِنِّي وَبِيضُ الْهِنْدِ تَقْطُرُ مِنْ دَمِي فَوَدَتُ تَقْبِيلَ السُّيُوفِ لِأَنَّهَا لَمَعَتْ كَبَارِقِ ثَغْرِكِ الْمُتَبَسِّمِ من لا يفهم هذه الأبيات؟ من لا يفهم هذه الكلمات؟ من لا يتمتع بها من أبناء الجيل الحالي في بلادنا العربية؟ أو من متحدثي الألوى العربية؟ لو أخذنا على سبيل المثال الشاعر الإنجليزي الشهير وليام شيكسبير الذي عاش قبل أقل من خمسمائة سنة بقليل هل يستطيع الإنجليزي العادي أن يقرأ ويتمتع بما كتبه شيكسبير بدون قواميس وهوامش وشروحات؟ لقد أصبح الشاعر شيكسبير خاصة من المثقفين والمتخصصين بالأدب التاريخي هذا هو الفرق بين اللغة العربية وغيرها من اللغات اللغة الإنجليزية القديمة لا يستطيع أبناء الجيل الحديث أن يفهموها بسهولة ويسمى ذلك عند بعض اللغويين التطور وهو بفعل تطور ولكن هذا التطور يقطع الصلة بين الحاضر والماضي في نفس اللغة وقد يؤدي إلى موتها وولادة لغة جديدة وذلك ما حدث بالنسبة للغة اللاتينية التي ماتت وأنجبت الإسبانية والفرنسية والإيطانية والرومانية وغيرها من اللغة ووسعت كتاب الله لفظاً وغايةً وما ضغت عن آيٍ به وعظاتي فكيف أضيق اليوم عن وصف آلةٍ وتنسيق أسماءٍ لمخترعاتي أن البحر في أحشائه الدر كامن فهل سألوا الغواص عن صدفاتي فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني ومنكم وإن عز الدواء أساتي ترجمة نانسي قنقر